الجنة منازل والابتلاء درجات ولعل ذيق اليوم يجعلك تقفز بصبرك إلى عليين ولعل تأخر الإجابة يحملك إلى القدر الجميل فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تيأس من روح ربك فلعلك دعوت ولعلك تهيأت ولعل البشير في طريقه إليك وستلقى البشر على وجهك فترتد بصيرا هو عليك فإن أمرك كله يرجع للذي واسعة رحمته كل شيء وهو على كل شيء قدير أنت في عناية الله وحاجتك في خزائنه فطمئن قلبك وعلم أنك ستذكر تلك الليالي في الجنة وستضحك عليها وتقول بها كفر ذنبي وعظم قدري وأحبني الله ولولاها ما كنت هنا